في تحرك فوري وعاجل أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة وأعلن تحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفة كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصاب انهيار العقار وتقدم التحالف الوطني بالتعازي لأسر الضحايا متمنية للشفاء العاجل للمصابين